اشتركوا في القناة من تصفيات مونديال قطر حيث اجرت قبل قليل العناصر الوطنية حصتها التدريبية خصصها الطاقم الفني للجانب التكتيكي والوقوف عند بعض التفاصيل مع اصداء بعض التعليمات للعبين من طرف الناخب الوطني جمال بالماضية الآن مشاهدنا الكرام برمج الطاقم الفني اليوم حصة فيديو ظهر اليوم على ان يخوض رفقاء القائد رياض محرز حصة تدريبية اخيرة غدا الاثنين استعدادا للجولة الخامسة من تصفية المونديال امام منتخب بوركي نافاسو وذلك في تماء في التوقيت المباراة كما تنص عليه لوائح الفيفا اذا نذكر ان المنتخب الوطني سبق وان فاز في الجولة الخامسة قبل يومين على نظيره الجيبوتي برباعية كاملة على منعب القاهرة فوز وصل به منتخبنا الوطني الى المباراة الثانية والثلاثين من دون هزيمة وضعت في صدرة المجموعة الاولى بثلاث عشرة نقطة متقدما على الوصيف بوركي نافاسو بإحدى عشر نقطة فيما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث بأربع نقاط وتقبع جيبوتي في آخرية الترتيب بدون رصيدة نذكر فقط مشاهدنا الكرام ان الناخب الوطني جمال بالماضي سينشط غدا ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة لمركز سيد موسى سيتطرق من خلالها الى العديد من النقاط التي تخص مباراة بوركي نافاسو المقبلة كما سيعود ايضا الى مجرية الجولة الخامسة والندوة هاته ستكون فرصة ايضا للاجابة على انشغالتي الصحفيين الذين يمثلون مختلف وسائل الاعلام دائما مع المنتخبات الوطنية وهذه المرة مع المنتخب الوطني لكرة القدم للعبين المحليين الذي واصل تحذيراته بدبيا الاماراتية وذلك تحذيرا نقول للودية الثانية امام منتخب جنوب افريقيا بعد ان انهزم في الودية الاولى امام منتخب نيوزيلاندا وسيجري اليوم اشبال او اجر اليوم اشبال والمدرب مجيد بوغر حصة تدريبية تسبق الودية وقف فيها الطاقم الفني على بعض التفاصيل مع تصحيح الاخطاء المرتكبة في الودية الاولى كل هذه التحذيرات تدخل ضمن استعدادات محلي الخضر لالبطولة العربية المقررة بقطر من الثامن عشر او من الثلاثين نوفمبر الجاري الى غاية الثامن عشر ديسمبر المقبل اما منتخب لأقل من عشرين سنة الذي حقق امس اول فوز له على نظيره الليبي بهدف لصفر في دورة اتحاد شمال افريقيا عقب تغلبه اعلى منتخب ليبيا كما ذكرت في ثالث الجوالات بملعب قرطاج وسجل هدف الفوز اللاعب دريس بونعاس في الدقيقة الثلاثين وسيلعب منتخب الوطني لهذه الفئة آخر مقابلة غدا لاثنين حساب الجولة الرابعة امام منتخب موريطانيا قبل ان يعفى من الجولة الخامسة والاخيرة المقررة يوم الاربعاء المقبلة نمر الان الى البطولة الوطنية والجولة الرابعة من قسم الثاني هوات طحفها شباب عنو السارة بمضيفه نجم بن عكنون بهدفين لهدفين محققا فوزه الاول هذا الموسم عائدا من نقطة ايجابية بعد التعادل امام شبيب تيارت استقبل نجم بن عكنون ضيفه شباب عنو السارة الذي لا زال ينتظر حل مشكلة الملعب الشوط الاول عرف ضغطا ممارسا من طرف النجم عبر الكرات الثابتة لكنه لم يكن فعالا امام واقعية الدفاع الشباب الذي كان متماسكا وعرف كيف يفتتح باب النجم حاول الرد عن طريق مكلوش فضيع بعد هذا المجهود الفردي الهجومات تتواصل والاستيمات الدفاعية كانت حذرة من طرف اشبال بن حلم بعلام الذين تكبدوا هدف التعادل عن طريق جوش حميد الذي استغل هذا الارتباك الدفاعي وبه انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي الشوط الثاني بدأ بضغط ابناء الجنوب الذين وصلوا الى شباك الحارس عبدون بدردين ولثاني مرة عبر هاته التزديد المميز من طرف اللاعب مياز اسامة والتي تستحق الاعادة اصحاب الارض حاولوا الرد وخلقوا عدة محاولات الا ان سوء التركيز لاحق رفقاء المهاجم حميد جوش في المقابل شهدنا دفاعا متين لرفقاء الحارس علي لأسامة الذين عادوا بفوز ثمين وفرح عارمة لأبناء الجنوب لأسامة لأسامة هذا الرابطة كانت فهمتنا عطتنا أسبوع لتحضرناه أنظم حضرناه كما ينبغي وكانت عدناه بأسفل فيتواج وطفاة مائش فهنا نحن في طرق مائش وثلاثة في الوزن ولكننا نحتاج لدعم عديد أصلاح لتعطيناه أفضل الدعم معنا وكبير الحمد لله جاءت اليوم اليوم كانت الأصلاح قليلا لحظنا قليلا لحظناها قليلا لتعدينا لدينا العادي المطارين نتعود عليه لكن المالور كلاما ينقصون الكنتر في مجرية اللعب وعودنا ونقصون ونقصون الوزنين لنقصون الوزنين نحن هنا يجبون الوزنين يجبون يجبون الوزنين يجبون الوزنين لكن هذا هو الفوتبول ونقصون من خلاله ينقصون الوزنين نحن سنقصون وعودنا هذا هو الفوتبول ونقصة فعدمنا سنقصر أو أن نحن حتى يكون شاكرا يجبون ونقصون إلى مركز ونقصون ملنزم إلى أمان ونقصون هذا هو وقبل مواصلة الحديث عن القسم الثاني يهوات وفي آخر خبر وردنا الآن من الإمارات العربية المتحدة فإن مباراة المنتخب الوطني للمحليين لن يلعب مبارته الودية الثانية أمام جنوب السودان بسبب عدم وصول المنتخب السوداني لدبي بالعودة إلى القسم الثاني الآن أحرز اتحاد حجوت أكبر نتيجة حينما اكتسح ضيفه جمعية عين الدفلة بسيتة أهداف لهدف موقعا فوزه الأول في الموسم والدغريبية فوضى عارمة عند مدخل ملعب خمسة جولية بحجوت عطلت دخولنا إلى الملعب لتغطية مباراة اتحاد حجوت وضيفه جيل عين الدفلة ما تسبب في تضييع ربع ساعة الأول من المباراة ومعه الهدف الأول للمحليين الذي وقعه سيدالي عبدو في الدقيقة الخامسة شوط الأول عرف سيطرة مطلقة لأصحاب الأرض الذين أضافوا هدفا ثانيا في الدقيقة التاسعة والعشرين عن طريق نفس اللاعب عبدو وسط غياب شبه تام للزوار الذين ردوا بتسديد عبادة في الدقيقة الثالثة والثلاثين لكنها فوق المرمى دقيقتان بعد ذلك مخالفة لاتحاد حجوت حرش في التنفيذ وعبدو مرة أخرى برأسية يضيف الهدف الثالث سلاثية أدت إلى انهيار جيل عين الدفلة الذي لقى هدفا رابعا في الدقيقة الأربعين بعد خطأ في الدفاع ونجاح ينفرد بالحارس شخار ويسكن القرة في الشباك أربعة أهداف دون مقابل لاتحاد حجوت هي النتيجة التي انتهى عليها شوط المباراة الأول في الشوط الثاني حاول عناصر جيل عين دفلة الاستفاق عن طريق شريف على مرتين بتسديدة ضعيفة جانبية في الدقيقة الحادية والستين ورأسية جانبية في الدقيقة الثالثة والستين ثم تسديدة كوسيري في الدقيقة الخامسة والستين انبرها لها الحارس سيدي عيسى ببراعة للركنية رد الاتحاد جاء في الدقيقة السبعين عن طريق المتألق عبدو الذي وقع الهدف الرابع له والخامس لفريقه شهية أصحاب الأرض بقيت مفتوحة تجلسة ذلك في الدقيقة الثانية والثمانين بمخالفة من تنفيذ داتسي وناصري برأسية نضيف الهدف السادس رد فعل جيل عين دفلة جاء في الدقيقة الثامنة والثمانين عن طريق بمعزة وعمل ثنائي مع كوسيري نسجل هدف الشرف ليرد عليها الاتحاد في الدقيقة الأخيرة بواسطة سعداني الذي يضيع وجها لوجها هدفا سابعا لتنتهي لمباراته بفوز اتحاد حجوت بستة أهداف مقابل هدف واحد لجيل عين الدفلة لقد مبارا مكت سهلة علينا هنا وكيما نقول لنا نطبهم من السلطات يغزروا الفارق لهذا نطلبوا كيما نقولوا شاء الله يعاونونا الفارق هذا راو كيما نقولوا فارق يمن في الولاية نطلبوا كيما نقولوا يعاونو هذا ما حد الله بيكون شدي هاد المقابلة والهدف الرئيسي تعنا من هاد المقابلة هي تلت نقاط وفضينا بكل اعتبار الفارق الخصم أحترمناه ولعبين كانوا فوق الميدان منتاشر المليح لعبوا كورة نديفة داروا نسوش كوروية لبس بيأخذ سجلنا 6 أهداف ونقولوا بيلي الفارق تاعي شبان راهم في منحنا تصاعدين موقفش كيما وصلنا كاتر فان بورسون مياه ناس واسونة بورسون ومازال العمل الكبير ان شاء الله لهذا الفارق من جهته يرتقى وداد بوفريك للصفية الرابع عقب فوزه على ضيفه جمعية وهران بهدفين لهدف محمد جمالو التفاصيل بعد خسارتين في حشوت يحاول وداد بوفريك استدرك الموقف أمام الضيف جمعية وهران الباحث عن نتيجة مرضية أخرى الفرصة الأولى كانت الفريق الضيف في الدقيقة السابعة أوكيل حاول غير أن الكرة جانبت القائم الأيصر لمرمى الحارس مرزقي رد أصحاب الأرض بهذه الرأسية الأولى من مفتاحي بدون خطورة على مرمى الحارس عمارة في الربع ساعة الأول لكن الثانية وجدت الطريق للشباك برأسية من مفتاحي فاتحاً للتسجيل لويداد بوفريك في الدقيقة الحادية والعشرين من زمن الشوط الأول التوزيعة المضبوطة وجدت الرأسية الرائعة لمفتاحي الذي أسعد عناصر الويداد بالهدف الأول الرد جاء من اللاعب المخضر معواد وبطريقة بارعة عدل النتيجة لمصلحة جمعية وهران في الدقيقة التاسعة والثلاثين الكرة كانت صعبة وفي الزاوية البعيدة لمرمى الحارس مرزوقي كما نشاهده بالعرض البطيء والضربة البارعة من عواد بعد ذلك ضي عبودة فرصة الهدف الثاني فمرت الكرة الجانبية مع نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل هدف في كل شبكة بين الفريقين في الشوط الثاني وفي الدقيقة الثانية والخمسين وعلى إثر هذه العملية أدني يسجل بقوة ويضعف النتيجة لإدارة الفريق بتسديدة تركة الحارس أعمار يتفرج نانحنا الأفضلية مرة أخرى للمحليين ثم آخر كرة وفرصة الزاوية التسعين تنقذ مرمى الحارس أعمار وانتهى اللقاء بفوز ويداد بوفريك الذي أضف ثلاثة نقاط أخرى لرصيده على حساب الضيف جمعية وهران الحمد لله يربحنا حقنا الفوز بالمناسبة نشكر جمعية وهران وان كانت الانطلاقات تاعم لكي بتاع جمعية وهران توجور مازالهم كشغول يخرجوا لجوار الحمد لله يربحنا حقنا تلت نقاط هذا هو الصح نشكره أنصار ويداد بوفريك اللي داروا فينا الثيقة وكسيفريه شوية تقلقوا من خسرتات تحجط بينا لهم بالليحنا اليوم نقدروا نيبورت إيكيب نخلوا الطرواب ونربحوهم والحمد لله يا ربي ملودية سعيدة عاد من العاصمة بالزدي كاملا مماتحاد الحراش الذي تعقدت مأموريته في أسفلية ترتيب إسماعيل ملودي ثلاث مباريات دون انتصار وضعت اتحاد الحراش أمام حتمية الفوز على الضيف ملودية سعيدة إلا أنه حدث العكس بتعثر آخر الاتحاد عجل بمغادرة المدرب مصطفى سبع الذي أكد أن استقالته كانت مقررة في كل الأحوال هذه المقابلة الأخيرة تعمل فرح للأسف ما مولى سجلنا فوز في هذه المقابلة كانت تحت كل مقابلة الأخيرة لحاجة الأولى حاجة تنين كان زوج أنواع في الكرة القدم الجديدة في الجزائر كان زوج أنواع تال إبتزاز كان الإبتزاز المالي وكان الإبتزاز تال أعمل تال أخرين دكور عمل تال أخرين دكور من لي كملت التحضيرات تاقي ويتمنا نعرف ش اللعابين تاقي معظم هم ما نقول له شمية في نقوله بتات سبعين في مئة تالفاريخ وتمنع نعرفهم ش لأسباب لي ما نقدرش نحبط المستوى تعي وننظر ونهضر سيبوس لا نتمنى النجاح الفريق الحراش في المستقبل الشرط الأول أصحاب الأرض ضغطوا للمسوء إلى شباك همولوذية سعيدة في وقت مبكر لكن كل المحاولات كانت عقمة أخطرها كرة عمران كادت تسكن الشباك بعد قرود الحارس فرحي والدفاع ينقذ الموقف ليبدأ بعدها دور الزوار في الهجوم وتهديد الحارس ربيعي في أكثر من مناسبة وقبل نهاية المرحلة الأولى وتحديدا في الدقيقة الثالثة والأربعين هجمة منظمة من المولوذية انتهت بدخول الكرة المرمى برأسية جميدي الذي استغل جيدا تمرير زميله حزر وهدف أول منح الأسباقية برفق حميدي انتهى عليه الشوط الأول في المرحلة الثانية وبينما كان الجميع ينتظر انتفاضة اتحاد الحراش مولوذية سعيدة سيطرت عن اللقاء والاستحرار على الكرة حميدي وفي الدقيقة السادسة والخمسين وبهجمة معاكسة كاد أن يضيف الهدف الثاني لكنه لم يسدد الكرة جيدا فيما الاتحاد كاد للعديل النتيجة في الدقيقة الثانية والستين بواسطة اللاعب قادة لمشهد فرص بالجملة لأشبال المدرب مرسلي بعدها لكن دون ترجمته إلى أهداف فيما لم يفعل اتحاد الحراش شيئا لتعديل النتيجة ونهاية المباراة بفوز أبناء الغرب الجزائري هو الثاني هذا الموسم والأول خارج القواعد رفع رسيدهم إلى سبع نقاط بينما يبقى اتحاد الحراش في المركز الأخير بنقطة وحيدة كتعدنا إرادة بشيء جيبوا هذه التلتنقاط نظل نزدنا حتى بناء الهجمة معاكسة كتعدنا فرص حقيقية التجيل كنا نقدرون نروح إلى هدفين ثلاثة أربع أهدف مع فريق الحراش نحترمه كثير ولي كان عندها مردو طيب ولكن النتيجة في الأخير رغعتنا وهذا الشجعي شجعنا بش ندكر باللي ما إحنا يا فريق اللي بدينا تحضيرات متأخرة فريق يعني فور بأزمة ونظن بهذا الشباب يعني بهذا الشباب إن شاء الله هذه النتيجة تشجعها بش يديد ثيقة ونوصلوا في المشوار تعالي في المقابلة تعالي بش نعمل المقابلة تعالي فريق الخصم كان أكثر 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 إيرادة بالفوز بالمقابلة دكتور أكثر تركيز بالفوز بالمقابلة هذه علمة استفهام كبيرة مباراة أخرى فرض فيها اتحاد خنشلة تعادل على مضيفه اتحاد ورقلة بهدف لمثلها زميل محمد يوب نون يفصل في المواجه في إطار الجولة الرابعة من بطولة القسم الوطني الثاني مجموعة وسط شرق ضيع اتحاد ورقلة نقطتين ثمينتين بميدانه أمام ضيفه اتحاد خنشلة الذي اقتسم نقاط هذه المقابلة أمام صحاب الدار المحليون دخلوا بقوة مع بداية المباراة وخلقوا عديد الفرص السامحة للتسجيل حيث اعتمد زملاء القائد ثليب على الكرات الثابتة التي أربكت الدفاع الخنشلي في الكثير من الأحيان وعكس مجردات اللعب وعن طريق هجمة مرتدة قادها أحسن عنصر في صفوف اتحاد خنشلة اللاعب عثماني الذي مرر كرة صوب زميله بوركاني الذي يهز شباك الحارس يونس حاول بعدها أشبال المدرب بوجلة تعديل الكفة على غيرار هذا الهدف الملغي والذي احتج عليه كثيرا المحليون لينتهي الشوطة الأول بتقدم الزوار بهدف نظيف الشوطة الثاني كثف فيه أصحاب الأرض من ضغطهم للعودة في النتيجة خاصة مع دخول اللاعب شرفي واللاعب الصاعد رويغي محمود فيما اعتمد زملاء بوركاني على الهجمات المعاكسة التي كادت أن تضاعف من معاناة أصحاب الأرض والجمهور الأولى كانت عن طريق اللاعب عثماني أما الثانية فكانت عن طريق القائد سامر فيما طالب فريق اتحاد وورغلا في هذا الشوط بضربتي جزا على إثر هذا الاحتكاك الدقائق الأخيرة من المقابلة تمكن فيها اللاعب صغير صالح وبعد عمل جميل من تعديل النتيجة برأسية رائعة سكنت شباك الحارس بولصنام اتحاد وورغلا كاد أن يضيف الهدف الثاني في الوقت البدل الضائع على إثر هذه اللقطة لتنتهي المقابلة بتعادل بطعم الخسارة لأشبال المدرب سوفيان بوجلا كاد عدنا ضربة جازاء شرعية ما سجلها ما سنفرها هلناش الشبطوزان بدنا بعد تغييرات والمنافس بقى في الخاف اللاعب على مرتدات اتحكمنا في المقابلة خلقنا عيد الفورس كاد عدنا ضربة جازاء شرعية والمقابلة رهي متلفزة ونعودنا لإعادة ضربة جازاء والهدف الثاني فات الخط في الدقيقة نحن كنا متفوقين بهدف اليف سفر وقت لكنا شدي المباراة وقت لكنا قادرين نقتلوها بالثاني والثالث ما لنرزمون مكتوب الله جاد هفوة وقت وقعمون وضمن الجولة ذاتها انتهت المباراة التي جمعت اتحاد الشاوية بمرودية بجايا على وقع التعادل الإجابي بهدف لمثله وبهذا حافظ المضيف اتحاد الشاوية على صدرة مجموعة وسط الشرق بعشر نقاط فيما يتواجد مرودية بجايا في المركز الثامن بخمس نقاط مناصفة مع اتحاد ورقلة من جهته تمكن شبيبة وسكيكدا من حصد نقطة وحيدة في رصيده منذ طلاق الموصر معاقب التعادل السلبية الذي انتهت عليه المباراة التي جمعتهم بحمرة عن نابا الا انه يبقى متذيلا لترتيب مجموعة وسط شرق خلف أقول حمراء عن نابا بنقطتين الآن مشاهدنا الكرام نتابع وإياكم النتائج الكاملة للجولة الرابعة من القسم الثاني هوات في الجدول التالي ترجمة نانسي قنقر الآن الآن مشاهدين لنعود إلى آخر أخبار المنتخب الوطني الذي يواصل تحضيرته استعدادا للجولة السادسة والأخيرة من تصفية مونديال قطر حيث أجرت قبل قليل العنصر الوطنية حصتها التدريبية خصصها الطاقم الفني للجانبية التكتيكي والوقوف عند بعض التفاصيل وعرفت الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب الشهيد مصطفى تشاكير حضور جميع العناصر التي تدربت بمعنويات مرتفعة وتركيز عال من طرف اللاعبين بدورهم أبدو اللاعبون استعدادهم لمباراة يوم الثلاثاء خاصة وأنها ستشهد عودة الجماهير إلى المدرجات بعد غياب طويل دام عامين ونحن عليهم مصدفات ونستمع شريط رواب ونصرت في ميدان ونحن خارج ميدان ونحن الحمد لله يا ربي أن الجمهور هذه الخطرة أقول أنها محتاجينها بزاف وإن شاء الله يستندوا لنا ويكونوا متواجدين بقوة بالتوفيق لمتخبنا الوطني في هذه الخرج ونختم الموعد الرياضي بالبطولة الولائية للعدوية الريفية المدرسية المؤهلة للولمبياد المدرسية التي أجريت ببشار وعرفت مشاركة أزيادة من مئة عداء من الجنسين يمثلون مختلف الدوائر الولائية التغطية لأبو بكر جعدوت موسيقى 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 نظمت مديرية التربية الرابطة الولائية للرياضة المدرسية العدو المدرسي عبر الطرقات كانت المرحلة البلدية في 31 أكتوبر واليوم نشهد المرحلة الولائية لهذا العدو وكما تعرفون بأن الرياضة المدرسية هي النواة الأولى لأبطال المستقبل هذه تدهورة اليوم شاركوا فيها جميع دوائر وليت بشار لست دوائر لجميع الأصناف وجميع المسافات وليت بشار أعطوها تؤهل مباشرة للمرحلة الوطنية بدون ما تمر مع المرحلة الجهوية لأن حقت نتائج كبيرة في خلال عشر سنوات الأخيرة الحمد لله تؤهل البطالة الوطنية بسحصل على المرتبة الأولى نشكر للصحراء والأبتاع والمدري نشارك البطالة الجهوية واحتلت المرتبة الأولى وإن شاء الله البطالة الوطنية ونشكر أساسيتي وليوكف معايا كانت المنافسة شديدة وكلاسية الأول ونتأهلت البطالة إذن بالعدوية الريفية المدرسية سلوياكم إلى ختال من الموعد الرياضي لنهر اليوم قدمته لكم سهيلة معوش وترأس تحريره طارق بصريح وكانت في الإخراج ردوان محاج كمد وفي التنسيق سلم الورق تحياتي وتحية طاقم التحرير والطاقم التقني الذي خدمكم من إليكم أطيبا من السلام عليكم اشتركوا في القناة